ستة آلة تحدثت بي بأن تأثير الأحزاب وهل تأثير الكوة أكثر أثر على دور المرأة البرلمانية برأيك؟ أستاذي العزيز أولاً قانون الانتخابات بالسابق كان من حق رئيس الكتلة أنه ينطي أصوات للشخص الذي يشوفه مناسب للأسف اختيار البرلمانيات بالسابق من قبل الكتل كان يتم اختيار الشخصية المقوية ليش حتى تكون الموالية التي تسمع والطيع والمقوية المقوية هي التي تسمع والطيع فللأسف لم يكن لهم دور ليش لأنه كانوا البرلمانيين عبارة عن لعب شطرنج يحركهم رؤساء الكتل مالتهم فأي قرار أي شيء ممكن أنه يعارض رئيس الكتلة للبرلماني ولا البرلمانية تقدر يقررون أو يصوتون عليها سيكون موجودة هذه الدورة؟ هذه الدورة لا تختلف لأنه نظام الانتخابات الجديد سينطي صعد النائب حسب الأصوات يعني ما راح يكون صاحب الكتلة فضل عليه ما عدا أنه مثلا النواب اللي دعمتهم هذا نتكلم عن المستقلين أنه المستقل اللي صعد حاليا ما راح يكون ما راح يتحمل ضغوطات رئيس الكتلة أو يحرك مثل الشطرنج مثل ما تحددتي هذا ياخذنا الإجابة أخذها كذا لكن من أستاذ حمزة مصطفى المرأة تفرق هذه المرة راح تكون مسيطرة أقوى قرارها أقوى تشريحها أقوى لا ما أتوقع لأنه شنو اللي حصل من البارحة واليوم حتى مثلا المرأة الآن اللي راح تدخل قل صعدت بأصواتها مصعدت التسكيل لا طبعا هذا نقطة مهمة بالفعل هذه مفارقة عندنا الآن أصبحت جديدة وهي أنه بعض السيدات تجاوزنا الكوتة وهذا مؤشر جيد وهذا دليل على وعي مجتمعي حسنا ما عرف عن انتخبنه النساء أو رجال ولكن بالنتيجة تم تجاوز الكوتة وهذا طبعا مدعاة لأن نراقب المشهد القادم إذا كانت هذه النساء اللواتي صعدنا بأصواتهم راح يترتب على هذا الموضوع حراك آخر غير الإطاعة والسمع والطاعة لزعيم الكتلة أو شيخ العشيرة أو الحزب أو كذا وهذا هو الميدان يعني صحيح أنه مو هو يصعدن لكن بالنتيجة ممكن إذا شكنا على أقل تصورها سمأ أقول كتلة أو حزب لأن القضية مو قضية مرأة ضد رجل وإنما توجهات إذا كانوا الرجال يعيقون بعض القوانين الخاصة على أساس جندري يعني أنه لازم هم يقفون كرجال ضد المرأة هذه هنا النساء اللي صعدن خارج الكوتا أو بعض النساء الأخريات أيضا اللي هن مدنيات مثقفات ولكن صعدن ضمن أحزاب وقتل إيه بس تحت لواء تحت لواء رئيس كتلة صعدن وليكن يعني شين ترقص هم متمدن ومو كل رأساء الكتل منغلقين وهم لازم نأخذ هذا بنظر الاعتبار إذا وصلنا إلى هيتش يعني مقاربة جديدة على صعيد المزج بين النساء اللي هواتي يبحثنا عن مستقبل أفضل للمرأة في إطار عدم الإنصاف المجتمعي ليش؟ ماذا لدينا 22 وزير بس 6 وزيرات لبنان 6 وزيرات تونس صارت امرأة سيدة صارت رئيس وزراء هذا المرأة بطموحات مشوعة للمرأة نشوف وزيراتنا بالحكومة القادمة إن شاء الله رح لهذا الفاصل أستاذ حمزة مصطفى ونواصل المرأة وحقوقها رح يسيطر بهذا البرلمان